اشتركوا في القناة 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 وبيفوتوا بالحيط أكتر يعني الصوت الصغير بفوت بالحيط ندفة بس الصوت الكبير بكسر حاله لأنه كبير بكل بساطة أنا كنت بشوف أنه مرورة بالبرايم كان حلو كتير ياريت هوني غنيت شي تاني أو عمليت شي تاني أو كمان لفيروس بس غير غنية لأنه هالغنية بالزيت بده نفس كتير قوي وهي عندها مشكلة بالنفس بعد ما تعودت بده كتير احتراف هاي الغنية منهينة فيها طلعات وفيها وفيها عالي وفيها نفس طويل ما كتير كان مرورة موفق مثل ما كان بالبرايم اليوم هايدي يعني لوما هايدي غنيت منيح بالبرايم غنية لست فيروس كنت بقول إنه استاذا الغنى لما هي كانت صغيرة معوحة بس لأنه سمعناها بالبرايم إنه لأ بعضنا عندي علامة استفهيم إنه لأ هايدي بتقدر تغني لست فيروس ولكن أنا شخصيا اليوم بالقفال تعبتني كنت بفضل إنه أبدا ما تنقي هيك أغنية ولا تغني لست فيروس لأنه بتصور إنه بالبرايم أكيد ممرني كتير 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 لما بدأ تجي على الإفال إذا ما عنده الوقت تشتغل قد ما عم تشتغل بالبرايم أفضل ما تاخد هالمجازة في لأنه هايدي فيها هلا اليوم يعني نحنا بمرحلة كتير دقيقة أنا بدي كما بدي فوت كمان بتفاصيل الصوت بدي أخد ككل شيء ككونسبت أوكي جاي كونسير بعلبك عم بتغني نقدم لكم للتكريم الفنانة الكبيرة فيروز الكونسبت منيح بس أنا إذا بدي أدفع مصاري أفقع مشوارة بعلبك تأحضر كونسير ينقطع نفسي فضي بقول لها بلا هتطلع كلها سوا يعني قطعت لنفسي وعم بتغني بصراحة دماج لأنه بعرف إنه صوته رائع لأنه بعرف إنه هايدي من الأشخاص يلي نحنا عن جد منشوفهم بالفنال يعني ودماج لأنه سمعتها عم بتغني للست فيروز كتير منيح فما بعرف شو صار معه هلأ مش موافقة أبدا بهيدا الإفال بس هيك تنكون واضحين ومشان تقدر تشوفي هالفرق أنه وقتها منقول نحنا اسم شخص متل فيروز يعني فيروز غنت كتير أنواع غنائية مختلفة يعني إذا بدنا نشوف من أول ما غنت الأشياء اللي اشتغلتها مع الأخوة رحبانة مع فلموهبة مع زياد رحبانة يعني هالأنواع المختلفة مش ضروري يعني كل ما قلنا أنه هي بتغني فيروز أو ما بتغني فيروز حسب شو عم بتغني يعني مشان هيك نحنا يمكن بالبرايم أكيد أنه هي محضرة مليحة الغنية وشغلتها عن ديتي بس كمان وقتها بدها تغني أغنية معينة بنا نشوف شو الفرق بين هالنوع وهيدا النوع اليوم هي ناقة أغنية مختلفة تماما عن اللي غنتها بالبرايم غنية فيها إيقاع وفي الوقت نفسه غنية هي السهلة الممتنى عند فيروز لأنه وين بتحط فيروز العرب كيف بتغني بقية انسيابية بقية جمالية بقية هيدا الشي كتير صعب مشان هيك الطلاب هنا بقدام شغلة اليوم اللي خليهم يقع فيها كلهم المشكلة هي شو يختاروا وشو يغنوا وقتها هيك بدوا يصير فيهم بس يظهروا بدون يعملوا حفلة أو كونسار رح يقعوا بنفس المشكلة شو بدون يغنوا لأن ما رح يكونوا بعد عملوا أغاني خاصة فيهم رح يغنوا إشياء من الموجود هون الزكاة طبعهم وهيدا رح يكون تمرين لقلهم أنه يعرفوا يختاروا المناسب يلي بيبين لهم صوتهم بأحسن صورة ويلي بيبين نقاط الأولي عندهم لأنه هيدا أكيد بعد فيه كتير نقاط ضعف اليوم هيدا يمكن مختارة الغنية الأنسب لقلها وخليتها توقع به هالمشاكل لأن هيدا غنية بدك كتير درس كتير تحضير على بساطتها وعلى سهولتها ولكن هيدا كتير صعبة بالوقت ذاته مشان هيك أنا كان بقول أنه هالغنية لعبة ضدها لعبة ضد صوتها يلي هو صوت مميز صوت كتير حلو تام الرائع وأكيد لو غنت شي تاني كنا شفنا غير نوعية وغير أداء بعدين أنا عندي شغلة أنه أكيد بكرة مع الأسادسة ومعنا كلنا أنه يعرفوا تلميس شو يعني كونسار شو القتي تردون يكونوا فيها بي كونسار شو اللبس اللي بيلبسوا بي كونسار كيف بيكونوا واقفين إذا فعلا عم بيغنوا بمهرجان مثل بعلبك يعني المكان إلو قيمته والحضور إلو قيمته يعني حتى الوقفة حتى التصرف حتى الحكي بدي يكون فعلا شي كتير موزون بيلبق لمهرجان عالمي مثل مثلا بعلبك